نحن الآن في آخر الزمان الحمل كبرى أرض جدود أو أرض جدود وحرم جدود هي نسبة لأسل المساهل المجرد نقف على أرض دابق بالقرب من حلب حيث ستجتمع جيوش الروم بانتظار المسلمين بينما هم يحشدون جيوشهم في الغوطة بالقرب من دمشق إنها الحرب الأخيرة التي نبأ بها الرسول محمد فلمن النصر اليوم؟ حرب عظيمة تشتعل بين الروم والمسلمين في آخر الزمان قبيل خروج الدجال تحدث هذه المعركة بعد انتصار المسلمين والروم في القتال جنبا إلى جنب ضد عدو المشترك وبعد انتصارهم ينشب صراع يدعي فيه مسيحي أن الصليب أتى بالنصر فيرد مسلم على ذلك أن الله انتصار ثم يكسر الصليب فتغدر الروم وتقرع طبول الحرب هي معركة تشيب لها الرؤوس وفقا لبعض روايات الأحاديث أنه إذا مر عصور من فوق المعركة يصبط ميتا قبل أن يصل إلى نهايتها لكننا سننزل معا إلى الميدان الآن يتجمع جيش الروم حينها تحت ثمانين راية وعلما وتحت كل راية اثنى عشر ألف مقاتل فيقترب عددهم من المليون جندي أو أقل من ذلك وكعادة حروب المسلمين هم الأقل عددا لكنهم الأشد بأسا كما تتحدث كتب التاريخ الإسلامي يستمر القتال بين الطرفين في معركة مهيبة لمدة ثلاثة أيام من دون أن ينتصر طرف لكن يباد فيها الكثير من المسلمين ويقل عددهم ليبقى السؤال هل تكسر شوكة الإسلام ويباد المسلمين عن بكرة أبيهم؟ حسب ما أورد الفقهاء فالإجابة هي لا لأنه وعد إلهي بالنصر الآتي لا محالة ففي اليوم الرابع يحتشد ما تبقى من جيش الإسلام وهو الجيش الذي يخرج من المدينة وهو من خيرة أهل الأرض يومئذ عندما يرى الروم ذلك يطلبون من جيش المسلمين الذي جاء بالمدينة أن يتنحوا جانباً ويتركوهم يقاتلون من أسروا منهم ويحاولون زرع الانقسام والفتنة بين المسلمين لكن يرفض جيش المدينة التخلي عن بقية جموع المسلمين فتبدأ المعركة مرة أخرى بينهم فينقسم جيش المسلمين إلى ثلاثة أقسام قسم منهم يفر ويهرب من المعركة وهو القسم المهزوم الذي لا تقبل منه التوبة أبداً قسم يستشهد لينال حظاً عظيماً في الدار الآخرة يومها أما القسم الأخير فهو الذي ثبت قدمه في ميدان المعركة فانتصروا وعلى أيديهم كتب الفتح وبعد الفتح والانتصار يتبقى من جيش المسلمين رجل من كل مئة رجل ولكن هذا الجيش الصغير يكتب له أن تفتح القسطنطينية على يده ويكون يومئذ سبعين ألف مقاتلين فهل أنت مستعد لمثل هذا اليوم؟ اشتركوا في القناة